صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميز دائما إذاعة نور دبي صحة وسعادة برنامج أطلقته الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها ونطرح في هذا البرنامج كما عودناكم دائما مختلف المواضيع الطبية الحيوية والتي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي وأيضا هذه تحيات مخرجنا محمد الصفار فلكم كل الأمنيات أعزاء المستمعين وأصدق التهاني بمختلف المواضيع التي سوف نقوم بطرحها عليكم إن شاء الله والتي سوف تحقق الفائدة المرجوة والتي نسعى إليها دائما مستمعين في هذا اليوم يعني تم إصدار الملحق الخاص الملحق الصحي الملحق البيان الصحي الصادر أو الذي يصدر صباحا كل يوم أحد بتعاون وثيق بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان في هذا الملحق مجموعة من الأخبار المهمة نستهلها حقيقة بهذا الخبر الذي يقول 93 ألف مواطن ومواطنة يستفيدون من سعادة تفاصيل الخبر وصل عدد المستفيدين من برنامج سعادة الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي لمواطني الإمارة إلى نحو 93 ألف مواطن ومواطنة بهدف توفير فرص الاستفادة من الخدمات المتميزة في القطاعين العام والخاص بدبي ويأتي إطلاق البرنامج انطلاقا من توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب ورئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بضرورة العمل لتحقيق السعادة للناس ويعد سعادة أول برنامج يستخدم بطاقة الهوية للتسجيل عبر التطبيق الذكي ويتميز بتركيزه على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض والعناج المبكر وفق أفضل الممارسات العالمية ومتابعتها عبر نظام إلكتروني ذكي وتم تصميم البرنامج لتغطية المواطنين ممن لا يستفيدون حاليا من أي تغطية تأمينية تابعة لحكومة دبي وتم تحديد عدد من المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة للتسجيل في البرنامج لضمان تسهيل وصول الجميع للخدمة ويوفر البرنامج فريقا متنقلا لتغطية جميع الإمارة لخدمة الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة ويصعب عليهم الحضور إلى مراكز التسجيل ويهدف البرنامج إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محليا وعالميا في سعيها للرقم واحد وضمان الأمن الصحي للمواطنين وسيتيح البرنامج برنامج سعادة لجميع المواطنين في الإمارة الاستفادة من الخدمات التي يتميز بسهولة الوصول إلى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية ورضى المستفيدين والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية إذن برنامج سعادة برنامج مميز تم تقديم لجميع مواطني إمارة دبي والتسجيل فيه يعني أجمعات الخير ما يأخذ من عندكم أكثر من سبع دقائق إذا صار فيه تأخير يعني عموما خبر ثاني في الملحق ملحق البيان الصحي صحة دبي تواكب النمو السكاني بمراكز طبية وفق المعايير العالمية وفي ضوء هذا الخبر تعتبر الرعاية الصحية الأولية مفتاح تحقيق الصحة التي تركز عليها هيئة الصحة في دبي لاعتبارها النوا والمحور الرئيس في النظام الصحي ولذلك لا تقتصر خدمات المراكز الصحية في دبي على تقديم العلاج بل تمتد إلى العناية البدنية والنواحي الاجتماعية حيث تقدم خدمات وقائية علاجية تطويرية تأهيلية وبصفة مستمرة من بداية الحياة داخل رحم الأم إلى مراحل العمر المتقدمة وأولت هيئة الصحة في دبي وبتوجيهات من سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مراكز الرعاية الصحية الأولية اهتماما بالغا وسخرت كل إمكانياتها من أجل صحة المواطن إيمانا منها بأنه اللبنة الأساسية والدعامة القوية لبناء هذا المجتمع حتى وصل عدد المراكز في دبي إلى اليوم 13 مركزا تعاملت العام الماضي مع نحو مليون ومئة ألف مراجع خبر آخر يكشف في اختصاص التجميل الدكتور نادر صعب أن 30 بالمئة ممن يلجأون للتجميل دوافعهم نفسية يقول الدكتور نادر صعب اختصاص جراحة التجميل أن جراحة التجميل ليس ساحرا وعلى المتعاملين معه أن يدركوا ذلك وفي الوقت نفسه دافع عن مادة البوتكس في إشارة منه إلى أن دراسات وأبحاث حديثة أكدت فعاليتها في الوقاية من سرطان المعدة وقال صعب في حوار مع البيان الصحي إنما بين 20 إلى 30% ممن يلجأون لجراحات التجميل نساء ورجالا دوافعهم نفسية بحتة تتعلق بثقتهم في أنفسهم ومظهرهم العام مشيرا إلى أن هناك زيادة قدرها 45% في صفوف النساء تجاه عمليات التجميل في السنوات العشر الأخيرة كما أن معدلات الزيادة في صفوف الرجال ملحوظة لكنها غير محددة مؤكدا أن 50% من عمليات التجميل تتصل بالوخز بالإبر و50% عمليات شفط دهون آخر خبر قبل أن نطلع فاصل النوم أكثر من ثمان ساعات يسبب الجلطة الدماغية اكتشف علماء جامعة نيويورك أن النوم أكثر من ثمانية ساعات في الليل يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة مرعبة تصل إلى 146% شكرا عزيز كما أن النوم ليلا أقل من سبع ساعات يسبب الطرابات في الدورة الدموية للدماغ بنسبة 22% هذه النتاج تبين مدى أهمية عدد ساعات النوم الضرورية للجسم ودرس العلماء كل العوامل المؤثرة في ازدياد احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية الحالة الصحية نمط الحياة العرق والعمر لدى هذا رقم مميز لدى 28888 شخصا اشتركوا في الدراسة التي استمرت خلال الأعوام 2004-2013 كما أخذ الباحثون بعين الاعتبار عدد ساعات النوم وعدد الساعات التي يقضونها في المجهود البدني من ضمنها السير والسباحة وركوب الدراجات الهوائية والعمل في الحديقة والبستان ويؤكد الأطباء أن النوم لمدة سابعة إلى ثمانية ساعات مع جهد بدني لمدة ثلاثين إلى ستين دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع يضمن الوقاية من الإصابة بالجلطة الدماغية طبعا في الملحق الكثير من المواضيع والأخبار الأخرى نحن ما نطلع فاصل وبعد الفاصل عندنا موضوع شيق من الصديفي الدكتورة آمنة خليفة الحضر استشاري أمراض الكلة عند الكبار في مستشفى دبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا فاصلوا من نرجع صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل وعدناكم أننا نتكلم عن موضوع مهم نظرا لأهمية التوعية بأمراض الكلا ومسبباتها والوقاية منها وبسبب خطورتها التي تكمن في التأخر في اكتشاف تشخيص القصور الوظيفي للكلا مبكرا فقد خصصت هيئة الصحة بدبي هذا الأسبوع مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي بادرت بها على وجه التحديد مستشفى دبي وذلك لرفع مستوى الوعي بمخاطر هذا النوع من الأمراض وسبب للوقاية منه والعلاج الذي توفره الهيئة في مستشفياتها بشكل عام للمصابين بهذه الأمراض خاصة أمراض الكلا عند الأطفال التي ستكون محور حديثنا اليوم مع الدكتورة أو أمراض الكلا عند الكبار اللي بتكون إن شاء الله محور حديثنا مع الدكتورة آمنة خليفة الحضري استشاري أمراض الكلا عند الكبار في مستشفى دبي دكتورة يعني أنا خربط ما بين أمراض الكلا عند الصغار وعند الكبار قبل أن أدخل معاك في تفاصيل الحوار هذا خلينا نتكلم شو الفرق بينهم الأمراض الكلا عند الصغار هي ممكن يعني أحد مسبباتها نفسها اللي هي عند الكبار لكن عند الصغار في أمراض ثانية بعد تسبب له من الفشل الكلوي وهذه عادة تطلع عندهم من بداية يعني قبل الولادة أو بعد الولادة إلى طول فهذه تختلف عن الكبار طيب دكتورة خلينا نبلش الحوار معاك ونتحدث عن أمراض الكلا عند الكبار شو هي أعراضها وأسبابها وبعدين ما نتكلم عن طرق الإلاج أعراض الفشل الكلوي للأسف الشديد تطلع لما توصل وظيفة الكلا 30% من النسبة العامة يعني هو المفروض طبعا تكون 100% بس لما توصل 30% تبدأ الأعراض تطلع وهذا يكون متأخر جدا وعلشان تشديد إحنا نسعى التوعية هذه على أساس أن الناس تعرف أنه لازم الواحد يبحث يعني من قبل الفحص المبكر يساعد على اكتشاف المرض مبكر وبالتالي الوقاية منه والوقاية من مضاعفاته وعراضها لما تطلع لما يكون وظيفة تقريبا 30% التورم خاصة تورم القدمين ممكن يكون تورم شامل ممكن البول يقل فقدان الشهية النوم الكثير ممكن المريض يحس بانهاك وتعب على طول ويقل كفاة في العمل وفي المدرسة إذا كان من الأطفال طيب دكتور نحن دائما ما يعني نعرف الكلا بأنه مثل الفلتر اللي يمر عليه الدم ويقوم بتخليصه من السموم والمواد الزائدة عن احتياجات الجسم مثل السكر الزايد الملح الزايد وفي أيضا يعني هذا التعريف اللي دائما نحن نعرفه عن وظائف الكلا الآن بشكل علمي شو ممكن نعرف الكلا إذا كان هذا التعريف سليم أم إذا كان هناك تعريف علمي ممكن نبسطه للمستمعين الكلة تعتبر هي الفلتر رئيسي للجسم كله بالفعل مثل ما قلت تقريبا الكلة تفلتر خمس لتر يوميا وتصفيه من كل الشوائب ومن الأملاح الزايدة والسوائل الزايدة والكل الشوائب هذي تطلع عن طريق تكرمون البول لكن لما المريض يصاب بالفشل الكلوي هذه النسبة كلها ما تنظف فممكن في البدايات تكون جزء منها موجود في الجسم والجزء منها يتخلص منها عن طريق البول وبالتالي هو ما يحس بأي شيء لين ما وظيفة قل شيء فشيء فساعتها يحس فيها لكن الكلة بعد مرتبطة بالقلب فإذا القلب بتأثر ساعتها أن الكلة بتتأثر أسرع لأن ضخ الدم من القلب له دور كبير ليأثر على فلترة الدم في الكلة طيب أنا بخلي محور العلاج بالنسبة أو الوقاية والعلاج بعد ما أطلع الفاصل الثاني لكن الحين بتكلم دكتورة عن البرامج والأنشطة والفعاليات اللي أطلقتوها هذا الأسبوع للتوعية بأمراض الكلة إحنا سنويا نقوم بتوعية الأمراض الكلة لأن هذا اليوم إلا هو ثاني أسبوع من شهر مارس عادة الجمعية الدولية لأمراض الكلة والاتحاد الدولي المؤسسي للكلة تقوم بالاحتفال فيه وتسعى للتوعية العالم كله بأمراض الكلة وهذا يعني ماية من هباء هذا لأن أمراض الكلة من تشرح تقريبا آلميا 400-600 مليون شخص بالغ مصابين بأمراض الكلة وتقريبا في أمريكا ينفقون عليها 17% من إجمالي الإنفاق الصحي فهذا مبلغ هائل وعدد هائل من المرضى علشان تضيهم يعني الأفضل أن نقل الناس من هالمرض قبل ما نبدأ نصرف عليه والعلاجة علشان تضي مستشفى هيئة الصحة وإحنا في مستشفى دبي يعني في قسم الكلة الصغار والكبار تعاوننا هالمرة على الأساس أن نحن نسوي هالفعالية من خلالها نصير مراكز صحية نصير مدارس نحاول أن يعطيهم محاضرات توعوية عن أمراض الكلة وكيف واحد ممكن يكشفها وبعد نقدم لهم فحوصات مجانية للسكر وللضغط وللوزن لأن هذه أشياء كلها من منسببات الفشل الكلوي وبعدين نقوم باستبيان بسيط نعرفش كثير استفادوهم من هذا الوعي اليومي اللي أعطيناهم يا هذا هو هدفنا جميل دكتورة البرنامج بيفتدي هذا الأسبوع صح مع مطلع هذا الأسبوع صحيح هو المفروض يوم واحد بس إحنا قلنا لأن الهدف الوعي الصحي للمجتمع فقلنا لازم نشمل المجتمع ككل واخترنا أماكن معينة نحن نسير نزورها وننشر الوعي الصحي طيب أصلا وجودت هنا في هذا البرنامج معانا دكتورة أصلا هو كذلك من باب تفعيل هذا الهدف اللي أنتوا تسعوا له من خلال هذه المبادرة ومن هذا من خلال هذا البرنامج صحيح العلام له دور كبير في الوعي الصحي جميل طيب الآن ما نتكلم عن الوعي الصحي دكتورة أمراض الكلة يعني في مجموعة من الأمراض قد تكون أمراض وراثية قد تكون أمراض خلقية قد تكون لأسباب مكتسبة فخلينا نتعرف على شو هي أمراض الكلة أمراض الكلة اللي هي لما الكلة تفقد جزء من وظيفتها مثلا التهاب حاد في الكلة والمثانة صحيح دائما التهاب الحاد ممكن يؤدي إلى الفشل الكلوي لكن مثل ما قلت لك تقريبا 10% من الأشخاص عالميا يكونوا في كل سنة مصابين بالفشل الكلوي بدرجة من درجات الفشل الكلوي الفشل الكلوي خمس درجات أفضلها اللي هي الدرجة الأولى لما تكون وظيفة الكلة طبيعية لكنها تفرز بعض الشوائب مثل البروتينات والكريات البيضة والحمراء وهذه من الأهم أسباب الفشل الكلوي وبعدين الأسباب الثانية اللي هي المكتسبة مثل ما قلت السكري أمراض السكري أمراض الضغط أمراض الشرايين وبالإضافة إلى الأمراض الثانية اللي هي مثل زيادة الوزن والتدخين والمشروبات الطاقة كلها هذي من الأسباب الممكن تأدي إلى الفشل الكلوي وهذه كلها مكتسبة طيب دكتورة بالنسبة للحصوات اللي دائما نسمع في حصوة في الكلة ويقولون هذه العملية ستوات عملية بسيطة على حسب الكلام بس أنا أريد أن أعرف شو يعني وجود حصوات في الكلة أو أنا أسمعش ترى اليوم تقولي ما يخصني ترى أنا أسمع هو الفشل هو وجود الحصوات هذا صراحة يعني شيء ثاني وجود الحصوات هذا يعتبرون تخصص مسالك البولية وهو ما بدائما كل الحصوات تسبب فشل الكلوي لكن وجودها لفترة طويلة من غير علاج ممكن تسبب الفشل الكلوي لكن إذا كان وجودها سبب عارض ونحلت المشكلة فما بدائما يسبب فشل الكلوي طيب دكتورة قبل أن أطلع فاصل خلينا نتكلم عن طرق التشخيص طالما إذا ما نتكلم عن طرق التشخيص اللي أنتم تستخدمونها في الكشف عن أمراض الكلة عشان ما أسأل سؤال يكون ما يخصني شيء فخلينا نتعرف على شو هي طرق التشخيص طرق التشخيص سهلة جدا أهم شيء الضغط لأنه لما المريض يصاب في الفشل الكلوي واحد من البوادر أو بدايات اللي ممكن المريض حتى ما يحس فيها وارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم وانحباس السوائل تزيد الضغط أكثر بعد والشيء الثاني يعني شو هي التحاليل اللي تسوونها دكتورة فيه فحص الكرياتنين فحص البولينة اللي هو اليوريا وهذه فحص الدم لازم المريض يعني يعطي دم على أساس أنه يفحصوله والشيء الثاني فحص البول فحص البول مهم جدا عشان نعرف إذا فيه كريات بيضة أو حمراء أو فيه زلال يعني تغريبا هذه الطرق اللي أنتم تفحصون فيها أيضا نحن ما نستمر معاتش دكتورة آمنة خليفة الحضري استشاري أمراض الكلة عند الكبار في مستشفى دبي وعندنا محاور ما نتكلم فيها عن البرامج اللي أنتم تسوونها في قسم أمراض الكلة عند الكبار في مستشفى دبي وبعض الأشياء الخدمات اللي أنتم تطرحونها في هذا المجال لكن من بعد ما توقف مع فاصل قصير وأيضا عشان ما أنسى الدكتورة ما تتكلم بعد كذلك عن الوقاية والعلاج مرة ثانية العلاج ما تكلمنا عنه ما تتكلم عنه من بعد هذا الفاصل مستمعين اللي عنده أي مداخلة ولا أي اتصال حابلنا يعني شاركنا في أنا مجموعة منسجات بعد بعرضها على الدكتورة إن شاء الله بعد الفاصل ممكن ترسلو لنا إياها على أربعة صفر صفر ستة أو من خلال الاتصال على الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة فاصل قصير وبنرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعنام وعبر إذاعة نور دبي قبل الفاصل مستمعين كنا نتحدث عن أمراض الكلا وأيضا مستمرة معنا ضيفتنا في السوديو دكتورة آمنة خليفة الحضر استشاري أمراض الكلا عند الكبار في مستشفى دبي دكتورة من بين الأسئلة اللي كانت يعطينا على المسجات سؤال يقول الرجاء التحدث عن أهمية شرب الماء للوقاية من هذه الأمراض أيضا أنا هنا كذلك بتكلم عن موضوع الوقاية شو هي الطرق اللي ممكن نحن نقي نفسنا من أمراض الكلا بالإضافة إلى شرب الماء أول شي خليف عطينا فوائد شرب الماء أو السوائل بشكل عام شرب السوائل مهم جدا ومبشرط الماء طبعا الماء أفضلهم لكن شرب السوائل عموما أفضل طبعا وشرب السوائل مبس يحافظ على الكلاء يحافظ على كل جزء في الجسم يقول الله سبحانه وتعالى وخلقنا من الماء كل شي حي وجارنا من الماء كل شي يعني بمبس أنت تحافظ على الكلين الكلتين تحافظ على جسمك كله بما فيه القلب لكن هذا الشرب الشرب السوائل يكون مهم جدا للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلة مبدئيا مثل الحصوات اللي اتكلمت عنهم الناس اللي هم معرضين للحصوات هذين لازم يشربون كمية كبيرة من السوائل تقريبا حتى من ثلاثة إلى خمسة لتر أحيانا وغيرهم فيه ناس اللي يكون عندهم أصلا قصور في القلب بالإضافة إلى الفشل الكلوي هذين يكونوا لازم يحصلون على بالنس أو توازن حرج شوية لازم يكونوا تحت مراقبة وهم يشربون هالسوائل لازم تكون كمية السوائل اللي يشربونها تقريبا نفس السوائل اللي هم يطرحونها عن طريق البول عساس أنه ما يصير عندهم تخزين للسوائل وبالتالي يأثر على العضاء الثانية جميل طيب دكتورة نرجع للحديث عن قسم أمراض الكلة عند الكبار يا ترى مثل ما ذكرنا اليوم بتبتدي الأنشطة والفعاليات التوعوية بهذا المجال خلينا نتكلم الحينة دكتورة عن الاستعدادات وتجهيزات قسم الكلة في مسجد بيو خاصة من الأمور اللي موجودة لتوفير العلاج المناسب للمرضى يا ترى شو هي الاستعدادات الموجودة عندكم أو التجهيزات الموجودة في القسم لتوفير أفضل سبل وطرق العلاج أمراض الكلة مرتبطة أمراض ثانية دائما مرضى الكلة يكون عندهم مشاكل ثانية بعد مثل ما قلنا قبل مثل القلب فمرض الكلة يا إما أنهم يكونون في الدرجات الأولى من الفشل الكلوي وفي هالحالة عادة يحضرون العيادات ويراجعون وهذه لا يأما يون عن طريق الحوادث أو أنهم يون عن طريق العيادات الخارجية وهذا الهدف من زيارتنا للعيادات الخارجية إحنا ننوههم وننبههم متى يحولون لنا هالمرضى عشان إحنا نقدر نحافظ على كليتهم قبل ما تدهور أكثر هذا بالنسبة للعلاجات أو اللي هي بالحواء بالعيادات بالإضافة إلى أنه عندنا مركز للغسيل الكلوي مركز الغسيل الكلوي عندنا تقريبا يسع مئتين وخمسين مريض وإحنا بالفعل عندنا هالعدد يعني من المرضى بالإضافة إلى ذلك عندنا نوع ثاني بعد من الغسيل اللي هو مش الدموي اللي هو يسع مئتين وخمسين مثل ما قلت لك عندنا الغسيل الثاني اللي هو الغسيل البرتوني وهذا نوع من الغسيل اللي هو مش موجود أي مكان في دبي إلا في مستشفى دبي حتى المستشفيات الخاصة ما أحد منهم ممكن يقدم هالخدمة إلا بس مستشفى دبي شو هي الخدمة بالتفصيل دكتورة؟ هذا عبارة عن غسيل بريتوني هو نوع من أنواع الغسيل اللي هو المريض يسويه بروحه في البيت فما يحتاج أنه يهي المستشفى ويرتبط بالمستشفى ويقيد حياته وليفستيل مالك اللي يتغير بمجرد أنه أنت تقول له عندك فشل كلوي فهذا هو يسويه بالبيت ويسويه هو بين أهله إحنا بس نعلمه الطريقة وعندنا ممرضة متخصصة في هالمجال لتعلمه كيف يسويه وكيف يأخذ احتياطاته والمستشفى تقدم لك كل الخدمات اللازمة مثل الجهاز اللي هو ممكن يسوي فيها النوع من الغسيل طيب خلينا نتكلم على أنواع الغسيل الكلوي يعني بما أنه هناك ذكرتي نسب انت عالمية في هذا المجال وأعتقد أنه اللي يصاب بفشل كلوي عنده يكون نمط حياة تقريبا أنه يغسل كليته أو بشكل منتظم بشكل منتظم فخلينا نتكلم على هذا الموضوع دكتورة هنا شو تنصحين أول شيء بالنسبة للشخص اللي ما عنده هذه الأمراض كيف ممكن نوصل له معلومة أنه في نمط حياة عند مريض اللي يعاني بالكلة نوصل له هذه المعاناة اللي يعانيها وطريقة علاجها وأيضا بالنسبة لمريض اللي يمداوم على مسألة الغسيل الكلوي شو ممكن نقول له شو ممكن ننصحه في هذا المجال شقين عندي بالنسبة للمستمع العادي السليم بالنسبة للمستمع العادي إلا هو أولا ما عنده فشل كلوي ما عنده أي مشكلة أنا أنصحه أنه أول شيء يصير يسوي الفحوصات اللازمة يسوي السكر يشوف الضغط يسوي الفحوصات الدم والبول يتأكد أنه ما عنده أي شيء من هالمشاكل وخاصة الناس إلا هم عندهم حد بالعائلة مصابين بأي درجة من درجات الفشل كلوي هذا مهم جدا لأنه عندنا مرضى مثلا أبهاتهم يعني يون يسوون الغسيل عندنا وعقب الحين عقب خمس ست سنوات نشوف عيالهم يون نمرة ثانية على الغسيل الفشل يعني بسبب الفشل كلوي يعني كان ممكن هالعيال من قبل يفحصون لكن سبحان الله ما انتبهوا أنه ممكن يصير فيهم هم بعد وهم شباب فعشان تذي لازم الكل يفحص مبدئيا بالنسبة للناس اللي عندهم الفشل كلوي اللي عندهم درجة من درجات الفشل كلوي هذي لبالذات لازم يبتعدون عن أشياء معينة مثل استخدام الأدوية من غير استشارة الطبيب لأن في ناس ما يعرفون أن مثلا عندهم فشل كلوي أو درجة من درجات الفشل كلوي أو حتى أنهم يعني عندهم درجة بسيطة يشتكون مثلا ويعراس ظهر أي شيء يسيرون عند أي طبيب عام ويوصف لمسكنات للألم هذه المسكنات بروحها حتى لو حبه وحده ممكن تسوي هاي الدرجة اللي هي من درجات الفشل كلوي من الدرجة الثانية توصلها الدرجة الرابعة أو الخامسة فهذا شيء يعني يعني يحزن بالنسبة لهذا المريض يعني كان زين وفجأة شيء صار بس بسبب حب أخذها وهو يعني ما يعلم خطورتها فالناس اللي عندهم درجة من درجات الفشل كلوي لازم يهتمون أنهم يحافظون على هذه الدرجة ما يخلونها تتدهور أكثر قبل ما يأخذون أي أدوية يسئلون طبيب الكلوي وبعدين أبغي أنبه أن مشروبات الطاقة لها دور أن تأثر على الوظائف الكلوي خاصة في الناس اللي هم عندهم درجة من درجات الفشل كلوي هاي مشروبات الطاقة اللي اتدمر الطاقة هي بالفعل تذي لكن للأسف أن الشباب ما يقتنعون بها شيء بسرعة وبعدين بالنسبة بعد للناس اللي هم أردي على الغسيل على النوع من أنواع الغسيل طبعا هو الأفضل الأفضل أنهم يسيرون يزرعون لكن للأسف ما عندنا إمكانية الزراعة لأنه ما في متبرعين مثلا في البلاد الأجنبية عندهم اللي هم يأخذون اللي هم يسمونهم بريندد اللي عندهم خلاص المخ يكون وقف لكن القلب يمشي فهذين يستخدمون أعضاءهم كلهم للزراعة احنا ما عندنا هالشيء فعشان تذي للأسف أنه موضوع الزراعة شوية صعبة بالنسبة لنا لكن حين هم على النوع من أنواع الغسيل الكلوي فهم إذا غسيل دموي لازم يكون ثلاث مرات في الأسبوع يغسلون أربع ساعات في كل مرة يكون يحضرونها وبعدين يروحون فبعد ما يروح المريض يحس أنه تعبان وهذا شيء طبيعي يحس أنه يعني جزء كبير من حياته هو في المستشفى لكن للأسف هذا ما لا حال ثاني يعني إلا إذا بعدين إن شاء الله بدينا مثلا في غسيل الدموي في البيت وهذا ممكن يساعد المريض أنه يكون بين أهله ويسوي الغسيل إن شاء الله دكتورة منذ الصباح أشرب ماي كرامكم الله الماي بسرعة يطلع كبول أجلكم الله هل هذا الشيء إيجابي أم سلبي؟ هو ما قدر أقول لك إيجابي أو سلبي من غير فحوصات احتمال المثانة تكون عندك صغيرة ما تستوعب كميات كبيرة عشان شيء أول ما أنه تنملي ممكن عزي الله تدخل الحمام الشيء الثاني أعتقد لازم تبحث السكر لأن مرض السكر عادة أن يكون عندهم إدرار مستمر للبول أنا هنا دكتورة بعد أبغي يعني أذكر بشغلة اللي كان يتابعني في بداية الحلقة يتذكر أني أنا تكلمت على برنامج سعادة هذا البرنامج برنامج التأمين الخاص يعني بمواطني إمارة دبي البرنامج نفسه يا جماعة الخير يعطيكم بعض البرامج أو بعض الأنشطة اللي أنتوا لازم تسويونها كوقاية بعض الفحوصات هذه اللي لازم تسويها وهذه فحوصات إجبارية لتجديد مثل التأمين يعني مستقبلا فالمسألة البرنامج هو قائم حتى على مسألة الوقاية الفحوصات المخبرية لازم تصير فيها جميع الفحوصات اللي ذكرتيها دكتورة وهي مجانية يعني تقريبا عموما نرجع لمحور حديثنا دكتورة المعدلات التقريبية اللي تستقبلونها من مرضى الكلة في مستشفى البيت تقريبا شو هي المعدلات؟ تقريبا يعني في كل احنا عندنا مثلا عياد عياد للمواطنين مرة كل اسبوع وغير المواطنين مرة كل اسبوع فعيادة المواطنين تقريبا احنا يوصلنا سبعين مريض اسبوعيا مصابين بدرجة من درجات الفشل الكلوي بالنسبة للغير مواطنين تقريبا أربعين اسبوعيا هذا ناهيك عن مرضى الغسيل احنا تقريبا سنويا القسم يزيد 10% من مرضى الغسيل الدموي نعم دكتورة اتذكر اثناء الفاصل كنت تحدثت عن يعني الاياد البيضاء لسمو الشيخة هند المكتوم حرم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي قلت لي عندها مبادرات في هذا المجال يليت نتطرق لها صحيح الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم لها دور كبير من مسانة مرضى الكلة هي تقريبا تتكفل بـ 50% من تكاليف مرضى الكلة في هيئة الصحة وهذه المرضى الكلة ها شيء مبئي ديد هذا شيء من سنين وهي متكفلة فيهم وسبحان الله ها شيء ما يقل لكنه متواصل من سنين على طول إلينا الحين فأنا بصراحة من خلال ها المنبر أحب أشكرها هي بالذات على ها المساندة جميل جدا الله يحفظها إن شاء الله ويحفظ كل الشيوخنا وبطبيعة الحال للأمانة يا جماعة الخير معظم الاهتمام اللي يصب في مجال الصحة نشهده من خلال حتى الإطلاق الأخير للتشكيل الوزاري وأيضا من خلال اهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لهذا القطاع وإعطائه الأولوية في مختلف البرامج لأن قطاع مهم حيوي يسعى سموه لتوفير الرعاية الصحية للمواطن وأيضا للمقيم كذلك دكتورة من خلال العديد من البرامج اللي يقوم بدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أو سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد حقيقة هناك الكثير من البرامج إذا أنا بتكلم في هذا المجال يمكن أحتاج حلقات وحلقات وما بخلص لكن برجع بتكلم عن تصنيف الحالات المرضية ومدى التنسيق ما بين أقسام أمراض الكلة والأقسام الأخرى ذات العلاقة لأن تنتي دكتورة قلت لي أن مريض الكلة يحتاج عناية من عدد كبير من الأقسام فخلينا نتكلم عن تصنيف هذه الحالات ومدى التنسيق بينكم وبين الأقسام الثانية في هذا المجال التنسيق موجود عنا عيادات يديدة دشنوها الحين في مستشفى دبي مثلا لأن مثلا ما قلت لك واحد من أهم أثباب للفشل الكلوي السكر فعنا عيادة تربط بين السكر والفشل الكلوي مع بعض فهني دكتور السكري دكتور الكلاء يشوفون المريض مع بعض علشان يقدرون يوصفوا له العلاج المناسب للسكر وبالتالي نحميه لكلية ونفس الشيء في عيادة الروماتيزم مع الكلة لأن بعد واحد من أسباب الفشل الكلوي يأمر أمراض العظام والروماتيزم نفسها أو المسكنات اللي تنعطى بسبب الروماتيزم فهي عيادة بعد نفس الشيء الدكتور الكلة ودكتور الروماتيزم يشوفون المريض ويحاولون أنهم ينسقون علاجه مع بعض بطريقة أنه ما في يعني الكلة نقدر نحافظ على الكلة من غير ما تتضرر جميل طيب دكتورة الآن إذا ما ما نتكلم بشكل عام عن أعراض الفشل الكلوي عند كبار السن يا تورا كيف أنا ممكن أقول الشخص هذا الكبير في السن عندي في عنده بعض الأعراض اللي ممكن أنا انتبه له وأخذه على أساس أني أنا أفحصه بالنسبة للفشل الكلوي قبل لا يصير أولا بقول لك معلومة احتمال ما بوايد ناس يعرفونها أنه 50% من الناس اللي هم عمارهم أكثر عن 75% يكونون لازم مصابين بدرجة من درجات الفشل الكلوي فلكن هذي لا ما بتحس فيهم أي أعراض وحيانا احتمال يكونون نشيطين وكل شيء زين فيهم إلا إذا كان عندهم القلب متأثر بسبب جلطات بسبب أي سبب ثاني عندهم قصور في القلب هذي لا إلا بتحس عندهم ممكن الكلة تدهور أسرع وأسرع بسبب القلب لأن مثل ما قلت لك الكلة والقلب مرتبطين مع بعض فأعراض هذي اللي ممكن تحس فيهم ممكن يكون البول عندهم أقل تلاقيهم يرقدون وايد ما عندهم طاقة أو ممكن تبتدي هلوسة عندهم أو ما يبتدون يأكلون هذا فسعتها تحس أنه عندهم مشكلة حتى الجهاز التنفسي ممكن يتأثر بشكله وبآخر صحيح عموما دكتورة يعني اللقاء جميل جدا في عديد من المعلومات أنا بعطيت الدقيقة عشان تقولي لي كلمة أخيرة تبغين توصلينها للجمهور بشكل عام قبل لا أخذ مداخلة عندي على التلفون في البداية أحب أن أنصح الكل بالفحص الشامل المبكر وخاصة أن حين سعادة تضمن لكم هالشيء ها أولا وثانيا بغيت بعد قبل ما أنهي الحديث أني أشكر هيئة الصحة لمساندتها لمرضى الكلة وتفهم احتياجاتهم لأن حاليا إحنا في طور تمديد القسم الكلة لعشان نقدر نستقبل مرضى أكثر طيب في سؤال يقول صباح الخير ما هي أعراض الفشل الكلوي إذا كنت عايش حياتي بشكل طبيعي وشكرا نحن تكلمنا عن هذا الموضوع وممكن حتى كذلك بترجع تشوف الحلقة إذا تبغي تستفيد منها من خلال حسابات الهيئة راح نرفعها إن شاء الله بتسمعون الحلقة بشكل كامل أعتقد بعد ساعتين من الحين أو ثلاث ساعات يعني بشكل كماكسيمم يعني عموما البارحة دكتورة يعني أنا بشكرتش وبطر أخذ هذه المداخلة لأن بالأمس نظمة هيئة الصحة بدبي في حديقة مشرف برنامج ترفيهي حق موظفينها وعائلاتهم ضمن جهودها المستمرة لتوفير مثل هذه الأنشطة والفعاليات الهادفة لتقوية وتوطيد أواصر وعلاقة المحبة والتعاون بين موظفينها وعائلاتهم ضمن أجواء أسرية حقيقة كانت أجواء جميلة جداً أنا أبغي تطرق لهذا الموضوع مع ضيفي عبر الهاتف أستاذ غانم لوتا مدير إدارة التسويق والتصال المؤسسي في هيئة الصحة حياك الله أستاذ غانم خلنا نتعرف على هذه الفعالية وشو اللي سويتوا فيها في أقل من دقيقتين أنا سامحني شوي تأخرت عليك بس ناخذ بس بشكل عام عن هذه الفعالية وشو الهدف منها وشو اللي سويتوا طال عمرك هاي الفعالية تأتي ضمن الجهود والبرامج التماعية التي تنفلها هي تصطحة المبنية على مدار نعام وحدة من هالفعاليات هاي طبعا أنت من طريق دعم مع رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية هاي الفعالية كانت الحمد لله رب العالمين لا تحب كل المقاييس ومشاركة موظفين هيئة الصحة وعائلاتهم في هذه الفعالية طبعا من أهم الأساسيات اللي تتبنىها استراتيجية هيئة الصحة هي ترابط ما بين كابسة الموظفين وعائلاتهم على أساس أننا نحن مؤسسة وحدة مدر الموظف بس اللي هو منتمين كذلك عائلة الموظف منتمين هذه المؤسسة العظيمة اللي هي هي الصحة الدبي الأنشطة اللي ضمنتها الفعالية أول شي حاولنا ندمج كافة الفئات العمرية في هذه الفعالية على مشاركة كافة أفراد الأسرة كذلك كانت هناك كثير من الفعاليات والمشاركات من أفراد الأسرة هناك نوعين كذلك تم وجود الفعاليات اللي بناء الفرق تعزيز التعاون تشجيع المبادرة لدى الموظفين وأفراد الأسرة كذلك جميل سيد غانم أنا لاحظت يعني البارحة حتى هناك اهتمام بتنمية الفكر عند أطفال الموظفين من خلال بعض الفعاليات اللي كانت فيها ورش عمل وفيها مكتبة لقارئ المستقبل يعني مثل هذه الأنشطة يعطيكم العافية عليها هي بشكل عام بتأثر بشكل إيجابي في بيئة العمل يعني بشكل من كل النواحي محمد الصفار يقول لي أشكرا وأنا أشكرك الصراحة الساد غانم يعني للوقت خلص عندي ومبروك على الدبدوب اللي فست فيه البارحة شكرا لكم يا أبو يوسف وغنات نور دي طبعا أستاذ غانم لوتام ودير إن شاء الله تعالى أستاذ غانم لوتام ودير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهاية الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة وأيضا الشكر لك دكتورة آمنة خليفة الحضري السشاري أمراض الكلا عند الكبار في مستشفى دبي على تواجدت معانا في هذه الحلقة ونتمنى أن هذه الزيارات إن شاء الله تتكرر شكرا جزيلا شكرا لكم أيضا كل الشكر لكم مستمعين على المداخلات الجميلة اللي لقيناها من قبلكم وعلى حسن الاستماع وأيضا في الغد عندنا حلقة جديدة في عندنا مواضيع أخرى سوف نطرحها نتمنى أن تكونون دائما بصحة والسعادة هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف وتحيات مخرجنا محمد الصفار وفي الختام نقولكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة